أختنا أم حازم بتقول خمول في الغدة الدراقية نقص في الكالسيوم كرات الدم الحمرة بتقل بيحصل عندها هبوط لنقص السكر جهدها قليل طبعا بتقول عايزة حاجة تزود الكالسيوم وبتاخد بخاخة بس البخاخة بتجيب لها أصداع وبتتعبها وبالرغم من ده الوزن بيزيد طبعا عشان الغدة وما حاولت تعمل تمرين حصل لها إغماء كامل بنقول طبعا يا وصف دقيق ياريت كل مريض يحاولي يشرح يشرح زي ما أختنا أم حازم قالت إن وصفت الحالة من عدة أوجه وشرحت تفصيلي الموضوع ياريت برضا منروح لدكتورنا يشرح له الحالة بهذه الكافية بنقولك يا أم حازم مدامة الغدة الدراقية بدأت تشتغل معاك انت بتاخد أول حاجة لبردقوش بناخد بردقوش معمول زي الشاي الكشري صباحا ومساء كوباية نص معلقة ونص معلقة ويتعمل شاي ميا مغلية دي بتزبط الهرمونات مع كده بتعملي تمرينات خفيفة إياكي والتمرينات العنيفة اللي عنده مشكلة في الغدة الدراقية ما يعملش تمرينات عنيفة تمرينات خفيفة جدا ليه بنخافع من حاجة اسمها الكسر التحميلي أو بالإنجليزي بيقولوا عليها انه ممكن العظم بيكون هاش شوية ضعف مع الجهد ممكن يتكسر من غير ما يتخبط وده من المشاكل اللي بتخوفنا نمرة ثلاثة انت بتقولي انا باكل الحمد لله لوجبات اللي فيها كالسوم بس الكالسوم احيانا بيحتاج معه فيتامين جيم فيتامين جيم ده موجود فين؟ موجود في الفلفل موجود في الليمون موجود في البرتقال ياريتنا اخد واجبة تبقى جميلة جدا كمون مع زيت زيتون مع جبنة قريش خليها صباحا وبالليل خدي الزبادي مع بضرة الجنين القمح وحاول السمك يوم بعد يوم وبزيلي مجهود شوية تمرينات بس خفيفة ان عشان يحصل ترصيب لكالسوم جوه العظم لازم يحصل عندي حاجة اسمها تحميل على العظم يعني وجدوا ان الناس اللي بيتنامع على السرير بدون حركة عوزناها بيخف وبيحصل هشاشة في العظم دون الغدة ما تجرلهاش حاجة مجرد انه ريح فبقولك لابد من عمل تمرينات ولتكن التمرينات خفيفة اعمل ياه انت نايمة على السرير تاني وفرد رجلين زي التمرينات اللي شفت اخونا الاستاذ حمدان بيعملها نايم ورايح على الارض بيرفع ايدي وينزل مش هيحصل عنده اغماء ولا هبوط ولكن لو انت روحت بقى الجيم وعملت وحملت على نفسك ممكن يحصل لك ده بالنسبة لحالتك انت والرياضة بالنسبة لك تكون رياضة خفيفة تمرينات علاجية وليست رياضية والتمرينات العلاجية انا اوصي تعمليها تحت اشراف دكتورة علاج طبيعي بالنسبة للبخاخة انا بقولك خليها للضرورة عشان ترفع السكر عليك بالماء بالعسل بس ما تحطيش كمية عسل كبير يعني ربع معلقة عسل على كباية مية بعض الناس يقول طب دي هتنفع او القاب تنفع ليه بقى؟ لان ربنا سبحانه وتعالى يقول فيه شفاء للناس ومن مزايا المية اللي ربنا يقول واجعلنا من الماء كل شيء حي من المية ان المية بتاخد صفة المادة المذابة يعني ايه الكلام ده عشان بقى الصعب يعني لو دوبت ربع معلقة عسل في كباية مية كأن كباية المية كلها عسل يبقى كده موازني مش هيزيد بل العسل هيديني طاقة هيديني الخمول اللي عندي عشان الغدة يقل واقدر اعمل شوية تمارين مفيدة لي